اشتركوا في القناة ومصر قد عبرت الظروف الصعبة أيضا ووصلت إلى هذا الاختيار المهم شايف المشهد سريعا إزاي مصر أولا زي ما قال بيشمان صعدي حماها الله وكنا بنتكلم في إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أنت قدمت العمل الصح ربنا هوفقك بس أنا بقول بضيف عليها بقى إن الله سبحانه وتعالى وفقني إن أعمل العمل الصالح ده عارف ليه لأن ربنا بيحمي هذه البلد البلد دي ربنا سبحانه وتعالى يمكن كنا قبل اللقاغ أنك كان مزنبيل على القرآن وكيف زكر الله فيها مصر بشكل معين في كتاب عن مصر في القرآن من أروع ما يكون ربنا سبحانه وتعالى هيحمي هذه البلد بإذن الله دائما أبدا بدليل اسمه إيه الكتاب ده ما تقولينه ولا أنت بتقرأ لوحدك لا هجيبه هو المؤلف اسمه مصر في القرآن هو أستاذ أزهري يعني عمله بس رائع هجيبه بس ناس الاسم لكن هجيبه لك إن شاء الله الكتاب ده بيتكلم مش بس بالآيات لا وحاجات كتير جدا وباستفادة رائعة إن الله يحمي هذه البلد مصر ربنا معاها ولذلك الإنسان المصري اللي رسول عليه الصلاة والسلام أوصى به فيها أخي ورقنات الأرض ليه؟ بالإرادة الإرادة اللي نتكلم عنها الإرادة اللي خلتنا ننتصر على كل الصعاب اللي وعدت فيها يمكن نوصل للاختيار اللي نتكلمت فيه آه الإرادة الإرادة المصرية والقدرة على إدارة الأزمة نحن في 25 نناير وما كان يخطط للمنطقة ككل خرجنا منه في مصر بثالث حاجات حماية الله سبحانه وتعالى وجود هذا الجيش العظيم الوطني اللي هو ابن الشعب اللي حمانا وقف جنبنا وكان مع الشعب الحاجة التالتة الوعي إحنا رغم الحرب والقوة الغريبة في الغزو الفكري والثقافي لشعبنا وشبابنا كان الوعي العام صالح إلا أن الوعي العام كان وما زال بدليل وجود راجل مفكر زادة معنا وأنا ما أجملوش الوعي موجود بالناس المحترمة اللي عندها فكر وعندها رؤية وعندها مصداقية ومصداقية ده المهم ده أيوة تعالى شوف اللي حصل في 25 يناير لما مصر خرجت في 25 يناير رفدا لشيء لكن كان المخطط اللي تلعب وبسرعة ومن جهات من أهل الشر خارجا خارجيا وداخليا كان عاوز وصل مصر فيه كان عاوز وصل مصر أسوأ ما يمكن من سيناريو وأنقذنا الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا ثانيا الجيش الوقف ثالثا الوعي لدى النخب اللي مش النخب الحقيقية مش النخب اللي نطط وركبت في الصورة وعملت تمثيلية يعني ارجع بعد كده 2012 2013 30 يونيو دي مش مش أيام عادية مش أيام عادية وخرجنا من هذا المأزق لكي ينقف الآن مصر النهاردة رغم كل الظروف الصعبة ورغم كل المشاكل ورغم الأزمات اللي بتعيشها مصر قوية مصر قائد إقليمي مصر فيها القدرة انها تعمل حاجات كتير جدا النهاردة لما كان اول حاجة عملها مصر من دارة 2014 لغاية النهاردة ان الجيش المصري يبقى قوي ويسلح ويبقى عنده قوة ليه تحديثه تطوير عالي عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ليه ما رأيش عشان تحارب وتضرب ترهبون بها عضو الله الردع هو انهوكات الردع